التحدي الأبرز الذي نواجهه سويا هو تحدي الإرهاب والأزمات التي نشعت عن الإرهاب والتي نتج عنها نزوح السوريين باتجاه لبنان وباتجاه إلمانيا وقد كمنا سويا لبنان وإلمانيا بتأمين الملجأ الآمن للنازحين من منطلق واجبنا الإنساني ومن منطلق أخلاقياتنا وتحملنا الكثير من جراء هذه الأسماء على كل الصعود لبنان نزف من اقتصاده أكثر من 30 مليار دولار مقابل ناتجنا القومي البالغ 50 ونحن نأنتح تأزمة اقتصادية كبيرة نهيك عما تحملناه من الإرهاب ومن التطرف ومن احتلال داعش والنصرى لجزء من أراضينا وقد قام الجيش اللبناني بتحرير هذه الأرض وقد كان مجتمعنا رافض للإرهاب ولم يقبل به اليوم الوضع الأمني في سوريا أصبح مستقر في معظم الأراضي السورية ويجب أن نعمل سويا لتوفير الشروط اللازمة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وبشكل كريم ونود أن نبلغكم بأن في السنة الأخيرة قد عاد ما يزيد عن 200 ألف سوري من لبنان لأن الظروف بالفعل أصبحت آمنة وكل ما نطلبه هو أن يقوم المجتمع الدولي بتجييع هذه العودة لمن تتوفر لهم ظروف العودة وبأن تتحول أموال المساعدات التي يدفعها المواطنين الألمان والأوروبيين دافعوا الضرائب أن تتحول هذه الأموال للمساعدة والتجييع على العودة فالنازح الذي يحصل على الأموال في لبنان ليبقى في لبنان بإمكانه الحصول على الأموال في سوريا ليعود إلى سوريا وقد أعرب أكثرية النازحين في لبنان بما يزيد عن 80% عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم إذن الرغبة متوفرة والظروف متوفرة للقسم الأكبر منهم والقليلة المتبقية التي لا يمكنها العودة بسبب عدم اكتمال الحل السياسي أو بسبب الظرف الأمني هم مرحب بهم بالبقاء إلى أن تتوفر هذه الظروف ويعودون العودة اللازمة وأن الإجراء الذي قام به الجيش اللبناني بقرار من المجلس الأعلى للدفاع في لبنان هو نتيجة قيام بعض التجمعات الغير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية تخيلوا مثلا أن يقوم النازحون في ألمانيا ببناء قرى غير شرعية داخل القرى وداخل المدن من دون أي تنظيم ومن دون أي بندة تحتية وفي أملاك عامة تخيلوا مثلا أن يكون في أي بلد في أوروبا أو في ألمانيا 200 نازح في الكيلومتر المربع ببلد كمساحة ألمانيا أن يكون لديكم استضافة لـ 70 مليون نازح هذا هو حجم النزوح في لبنان مليوني نازح ولاجئ في لبنان على مساحة 10 ألف كيلومتر مربع هو أمر غير مسبوك في تاريخ البشرية ولبنان لا زال يتحمله ويكون بكل واجباته الإنسانية والأخلاقية إنما الأمر صار مهددا لوجودنا ولوجود الدولة الضغط الأمني والاجتماعي والصحي والتربوي والاقتصادي أصبح كبير جدا ولا يمكن لبلد في العالم تحمله ولذلك نحن نطلب منكم المساعدة لكي نعالج هذه الأزمة بما لا يؤدي إلى بقاء السوريين على أرضنا لأنه لا يمكن لأحد أن يفرض علينا توطينا أو اندماجا لهذا العدد من السكان وهو أمر مهدد لتوازننا الداخلي الدقيق ببلد مثل لبنان معروف بتوازناته الداخلية لقد رفضنا في السابق توطين الفلسطينيين ونرفض مجددا توطين السوريين وعليهم العودة إلى بلدهم بدون ربط هذا الأمر بأي حل سياسي نحن حرصون جدا على سلامة العودة ولم يسجل لدينا حتى الآن من من عادوا من لبنان أي انتهاك لهم ولحقوقهم ولكرامتهم ولسلامتهم ونحن نرفض هذا الأمر ومستعدون للعمل سويا لمنع حصوله إن حصل كذلك الأمر نلاحظ سويا موجات التطرف التي تزداد والتي يقابلها في أوروبا ردات فعل تؤدي إلى الصعود اليمين وهذا أمر أيضا ليس فيه سلامة واستقرار لمجتمعاتنا ولاستقرار السياسي القائم ولذلك نحن معنيون بعمل سويا لكي نواجه أي تطرف من أي جهة كان لأننا مجتمعات متعددة نقبل الآخر نتعايش معه ونبني المستقبل الظاهر سويا هذه نظرتنا لوطننا وللاتحاد الأوروبي للذي نتشارك وإياه الكثير من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الآخر كذلك الأمر نحن معنيون بالبحث بعلاقاتنا الثنائية وكيفية تطوير تبادلنا التجاري ولبنان سيقوم وإلمانيا في نهاية شهر أكتوبر بمؤتمر للاستثمار مشترك نقوم به بتشجيع الشركات الإلمانية للقدوم إلى لبنان والاستثمار في لبنان ونفس الأمر لتشجيع الصادرات اللبنانية باتجاه إلمانيا ونحن نرى فرص عديدة في لبنان نشجع من خلالها الشركات الإلمانية للاستثمار في البنى التحتية والمشاريع التي لدينا المطروحة هي عديدة ونأمل باستفادة الشركات الإلمانية ونشجعها للإتيان إلى هنا كما نشجع اللبنانيين للمساهمة بخبراتهم الكثيرة في مجال التكنولوجيا واقتصاد المعرفة للاستفادة من التطور التكنولوجي القائم في بلدكم كذلك لبنان بإمكانه توفير الفرص والمنصة الأساسية لإلمانيا والشركات الإلمانية للانطلاق منه للعمل في المنطقة وإعادة أعمار العراق وسوريا لاحقا وأي جزء من المنطقة بحاجة إلى العمل كذلك الأمر ندعو السواح الإلمان للتعرف إلى لبنان وقد قام سابقا الكثر من العلماء الإلمان باكتشاف الأثار في لبنان وبترميمها وأنتم مدعوون كذلك الأمر إلى المجيء شخصيا إلى لبنان والتلزز بجمال هذا البلد وتنوعه والتلزز بمأكلاته ومائدته الفاخرة المعروفة لبنان بلد متنوع فريد بنظامه وبقدرته على استيعاب على المشاكل وبقدرته على التعايش بين أبنائه بالرغم من وجود عدد كبير من الطوائف ولبنان يرحب دائما بأصدقائه وأنتم مرحب بكم لدينا وشكرا لبنان ملتزم بالقرار 1701 لبنان لم يعتدي مرة واحدة في تاريخه على أي دولة أخرى وتحديدا على إسرائيل إنما لبنان كان دائما في موقع الدفاع عن النفس وإسرائيل هي المعتدية وهي التي تخرق القرار 1701 ومؤخرا بمعدل 480 مرة في شهرين ترجمة نانسي قنقر